السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول العددي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جم الوحدة التامنة طيب زي ما عملنا قبل كده هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة التامنة بالكامل وهتلاقي الرابط كمان موجود فيه إراية كلمات اليونت طيب الوحدة التامنة بتبدأ معايا بالدرس الأول والتاني خلا نشوف كده السؤال الأول بيقول هنا We enjoyed ourselves last holiday it was not يعني إحنا استمتعنا بالأجازة الفاتت هي كانت إيه خلي بالك هنا بيتكلم عن الأجازة عايز أقول إن هي كانت رائعة كلمة رائعة دي اسمها amazing فأول حاجة هنا هقول له amazing إلا بعده بيقول هنا ناس كتير بتقعد فين بقى على عايز أقول على ضفة النهر علشان تصطاد سمك طيب ضفة النهر دي اسمها bank كلمة bank ممكن يكون معناها ضفة نهر أو البنك اللي بيجيب من الفلوس فأنا أقول له bank اللي بعده بيقول هنا I use a note to look up new words بيقول أنا بستخدم إيه علشان أدور على الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة بتكون موجودة في القموس القموس ده اسمه dictionary فأقول له هنا dictionary بعد كده بيقول بيتكلم هنا عن المترو بيقول يعني انه هو بيمشي عبر ايه عايزه النفق طويل تحت النيل يعني طيب النفق ده اسمه tunnel فأقول هنا اللي بعده بيقول هنا I always go to school on food because it isn't far not my house هنا بيقول أنا دايما بروح المدرسة على رجلي بروح ماشي يعني بسبب ان هي خلي بالك هنا بينفي ان هي عايزه مش بعيدة عن البيت كلمة بعيد دي اسمها far from فأقول له isn't far from my house اللي بعده بيقول هنا بعد كده بيقول بيسأل هنا خلي بالك عن ارتفاع ابراج البيت ابراج البيت دي هي برج الساعة اللي موجود في مكة كامل ارتفاع ده اسمه how high فهنا هسأل بكلمة high كام ارتفاع ابراج الساعة يعني اللي بعده بيقول هنا طيب بيتكلم عن كبري طحية مصر عايزي يقول ان هو يعني بيعبر النيل في القاهرة خلي بالك بقى كبري تحيا مصر اسمه the تحيا مصر bridge bridge يعني كبري اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا the note is slow we will be late خلي بالك هنا عايزي يقول ان المرور حركة المرور يعني بطيئة جدا احنا هنوصل متأخر طيب يبقى كلمة حركة المرور دي اسمها traffic فأقول له هنا the traffic اللي بعده بيقول هنا kairos street are always not بيتكلم عن شوارع القاهرة شوارع القاهرة بتكون دائما عايزي يقول مزدحمة احنا عارفين ان كلمة مزدحم دي اسمها بيزي فأقول له هنا بيزي بتجيب معنا مزدحم اللي بعده بيقول هنا we need to buy some more water this bottle is a طيب احنا بنحتاج نشتري مياين هزي الزجاجة تكون عايزي يقول فارغة كلمة فارغة دي اسمها empty فأقول له هنا is empty بعد كده بيقول كما مع بعض بيقول هنا be careful كن حذر خلي بالك you don't hit your head on the door it's not خلي بالك بقى بيقول لك يعني ما تخبطش راسك في الباب ليه بقى هو بيكون ايه الباب بيكون ايه طالما هنا تخبط دماغك في الباب يبقى هو منخفض اللي هي لو اللي بعده بيقول هنا the cairo is the tallest building in Egypt طيب بتكلم هنا عن برج القهرة عايزي اقول لك ان هو اطول مبنى في القهرة طيب برج القهرة ده اسمه كيرو tower فأقول هنا tower اللي بعده بيقول هنا the opposite of empty طيب opposite يعني عكس المضاد empty يعني فارغ دي عكسها مزدحم مزدحم اللي هي crowded فأقول هنا crowded اللي بعده بيقول هنا the street is quite not the big truck can't cross it طيب الشارع الى حد مائي بيقول لك بقى ان العربية النقلة الكبيرة ما تقدرش يتعدي من الشارع ده يبقى ده شارع ضيق كلمة ضيق دي اسمها نعرو فأقول هنا نعرو بعد كده بيقول we want to swim in the river but how not is it واحد بيقول احنا يعني عايزين اننا نسبح في النهر ولكن بيسأل بقى عن عمق النهر ده كامل عمق كامل عمق اسمه how deep اللي بعده بيقول هنا كيرو is the capital city نوعات ايجيبت القاهرة بتكون عاصمة لمصر عايز قول هنا كلمة لي مصر دي اسمها off ايجيبت فأقول هنا off الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد طيب زي ما قلت لك هتلاقيني سيب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح قاعدة الوحدة التمنى بالكامل نبدأ مع بعض شرح اسئلة اليونت السؤال الاول بيقول هنا هنا بيقارن بين الاسد والارد عايز اقول الاسد بيكون اقوى من الارد خلي بالك بقى كلمة زان دي حط عينك عليها دايما وافتكر الكلمة دي بتدل على ان دي جملة مقارنة طيب قلنا سيغة المقارنة الصفة بيجي اخرها زان لو صفة قصيرة ولو صفة طويلة بيجي قبلها مور او لس كلمة دي صفة قصيرة يبقى الصحة هنا هاختار كلمة يعني الاسد بيكون اقوى من الارد فأول اجابة بعد كده بيقول برضو هنا بيقول التدريب ده بيكون عايز يقولك اكسر ملل من اللي قبله هنا كلمة زان بتدل على ان في مقارنة بين نوعين من التمريم طيب بورنج دي صفة طويلة يبقى حط قبلها مور او لس اللي موجودة عندك هنا مور بورنج زان طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا برضو هنا سهلة جدا التنس عايز يقول اقل خطورة من كرة القدم خلي بقى لك كلمة لس والصفة الطويلة بيجي بعدهم زان عشان دي مقارنة بيقارن بين كرة القدم وبين التنس فهنا اللي نقص عندي زان اللي بعده بيقول هنا القرى بيقارن بين القرى والمدن طيب دي صيغة مقارنة محتاج اي بقى اشوف الصفة طويلة ولا قصيرة كلمة بلوتد دي صفة طويلة يبقى عايز مور او لس بلوتد زان لتنم موجودين طيب القرى اصلا بتكون اقل تلوس فاقول له لس بلوتد اللي بعده بيقول هنا بيقول يلا بينا نشتري تفاح اخضر بسبب ان التفاح الاحمر بيكون عايز يقول بها اغلى خلاص كده طيب دي صيغة مقارنة بين التفاح الاحمر والاخضر طيب بيقول يلا نشتري اخضر يبقى التاني اغلى يبقى اقول له هنا مور والصفة اللي هي عشان الصفة دي صفة طويلة بيكون اغلى يعني بعد كده طيب هنا بيقول المطعم اللي احنا رحناه مبارح يعني كان عايز اقول لك اكثر ازدحاما من اللي احنا جربناه الاسبوع اللي فات طيب كلمة بيزي دي صفة قصيرة هو عنتي في الجملة زان يبقى عايز بيزي صفة قصيرة احط لها اي ار في الاخر فاقول هنا بيزير زان كان يعني اكثر ازدحاما السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب خلي بالك بيقول اي كبري عايز اقول لك بيكون الاطول كبري ست اكتوبر او كبري اصر النيل خلي بالك كلمة اور هنا بتيجي مكان زان يعني دي صيغة مقارنة بقارن بين الكبريين طيب يبقى هنا عايز الصفة اخرها اي ار فاقول له بيكون اطول يعني اللي بعده طيب هنا برضو صيغة مقارنة انا موجود عندي هنا زان يبقى عايز قبلها يا اما صفة اخرها اي ار او لو صفة طويلة يبقى لها مور اولس دي صفة طويلة فاقول له هنا مور فيمس اللعب دا بيكون اكثر شهرة اللي بعده بيقول سهلة دي عايز يقول قلمة جبال افرست بتكون اكثر ارتفاعا من يبقى هنا عايز كلمة ايه كلمة زان ادي الصفة اخرها اي ار بيجي بعدها زان واللي بعده بيقول هنا طيب هو هنا برضو بيقارن بين البيانو بين الطابلة طيب عايز يقول ان البيانو بيكون اصعب في العزف من الطابلة طيب ادي زان موجودة يبقى عايز هنا مور زاد الصفة لان كلمة دي صفة طويلة فصح هناك تقول لي مور ديفيكلت زان يبقى هنا مور ديفيكلت طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال السؤال الاول بيقول هنا هنا بيقارن بين القاهرة واسوان طيب عايز القاهرة بتكون اكثر ازدحامل من اسوان زي ما قلت لك دايما نحطها هناك على كلمة زان وافتكر الكلمة دي معناها ان دي جملة مقارنة طيب اعمل ايه بقى صفة طويلة يبقى عايز قبلها مور او لس القاهرة طبعا اكثر ازدحامل فهتقول مور كراودد اكثر ازدحامل من اسوان ايه اللي بعده بيقارن بين السكر والفواكه هتقول ان السكر يعني اكثر ضررا من الفواكه طيب كلمة بات دي صفة غير منتظمة لما تيجي تجيب المقارنة منها دي اسمها وارس فهنا انت هتقول يعني السكر بيكون اكثر ضررا لك من الفواكه اللي بعده بيقول الطائر الابيض بيكون عايز اقول هنا اكثر جمالا من الطائر الاسود خلي بالك زان يعني مقارنة طيب بيوتفول صفة طويلة يبقى قبلها مور بيوتفول زان والجملة دي لو قلت لس بيوتفول برضو صح الاتنين صح هو هنا مش محدد اكتب اللي انت عايزه المهم انك تقول مور وبعدين الصفة تكتب تاني زي ما هي فهتقول هنا مور بيوتفول طيب اللي بعده بيقول هنا طيب بيقارن بارنه بين التليفون الجديد والتليفون القديم طيب مور هنا بيجي وراها الصفة طبعا موجودة خلي بالك في حاجة نقصة هنا اللي هي كلمة زان عايز اقول لك مور زان طب انا هعمل ايه هكتب الصفة الطويلة عادي زي ما هي واجب من عندي بقى كلمة زان عايز اقول ان هو اغلى من فقوله هنا زان اللي بعده قلنا سيغة السؤال ده كلمة اور بتدل على ان دي مقارنة بين علي وبين اخته مقارنة يبقى قوله هنا طولر هي هنا بتحل مكان زان عايز اقول يعني مين بيكون اطول علي او اخته فهنا اقول له طولر اللي بعده بيقول هنا بيقول ان الكتاب ده بيكون هو يعني شيق اكتر من اللي انا قررته قبل كده طيب صفة طويلة يبقى عايز اقول مور الاول زي ما تعودنا وبعدين انترستنج واجاب لي في الجملة زان دي سيغة مقارنة فهنا اقول مور انترستنج لازم تكتب مور ولازم تكتب الصفة تاني الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ امررني على سؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انت تقرر المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل خلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا احمد وعمر اللي اتنين بيتكلموا عن المقاييس يعني في بعض الاماكن طيب خلينا نشوف كده احمد بيكلم عمر وبيقول له هل انا اقدر اسألك بعض الاسئلة طبعا سيدة السؤال ده اجابته ثابتة كده انك بتقول ايوا بالطبع والتأكيد ليه بقى لان بعد كده اكيد هيبدأ يسأله فاول اجابة هنا رقم واحد هنقول yes of course او ممكن تقول sure او yes you can بعد كده احمد هيبدأ يسأل بقى اول سؤال الاجابة بيقول ان الهرم الاكبر بيكون يعني طوله يعني 146 متر فهنا طالما فيه كلمة طول بتسأل بقى بhow طول زي ما تعودنا اللي هو معناها كم طول الهرم الاكبر فممكن نقول وبعدين نجيب الفعال المساعد من الاجابة اللي هو is وبعدين نكتب بقى the great pyramid اللي انا بسأل عنه كم يبلغ طول great pyramid اللي هو طبعا الهرم الاكبر قال طبعا ان طوله 146 متر يعني فالسؤال هنا how tall is the great pyramid طيب احمد سأل did you visit it هل انت يعني زرته قبل كده طبعا ممكن يقول له yes ايواني did يعني سؤال بهل فيقول هنا yes وزي ما تعودنا بقى بتعمل بعد كلمة yes كما وبتعكس اليو بتتحول الى i و did هتنزل زي ما هي فقول yes i did ايواني زرته طيب بعد كده احمد قال له great عظيم وسأله سؤال علشان اعرف السؤال لازم اقرى الاجابة الاجابة عمر قال له is one thousand six hundred forty two meters deep اه خلي بالك بقى بيقول بحيرة بايكل في روسيا دي بقى بيبلغ عمقها يعني الف متر وستمائة واربعين طيب خلي بالك هنا بيسأل عن العمق قلنا طالما فيه deep في الاجابة يبقى تسأل برضو how deep زي ما تعودنا بيكون معناها كم العمر فهنا اقول العمق يعني فاقول how deep is وكمل بقى من الاجابة واقول له اه طبعا lake bycal واكمل لحد الاخر يبقى how deep كم العمق او كم عمق بحيرة بايكل اللي هي طبعا موجودة في روسيا ممكن اكمل ممكن لها بعد كده احمد قال how old is luxor temple بيسألوا هنا عن عمر معبد لقصر طيب الاجابة دي موجودة عندك فيه النص اللي موجود في الوحدة موجودة عندك نصة طبعا عن معبد لقصر وعن الهرم الاكبر وعن كوبري تحية مصر طيب انت بتقول it's just under three thousand five hundred years old يعني بتقول ان هو يعني من ثلاث تلاف وخمسمائة سنة خلاص كده يبقى هنا بتكتب عمر معبد لقصر طيب زي ما انت شايف السيرة المحادسة كلها بتتحل من خلال المحادسة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الاول والتاني واللي بيبدأ معايا بسؤال سؤال نص الاستماع طيب السؤال ده هو عبارة عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان ومن خلال اللي انت سمعته انت بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي يعني الاجابات دي بتختارها من خلال اللي انت بتسمعه طيب علشان النص ده بيكون موجود عندك في اخر الكتاب فأتلاقيني بس بلك السؤال ده زي واجب كده قرأ النص على مهلك وبعدين ابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي وبعد كده ابدأ اكمل معاك شرح السؤال اللي بعده وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل خلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا فرح فرح بتسأل جانا عن يعني الهرم الاكبر اللي موجود في الجيزة خليها نشوف مع بعض كده فرح بتكلم جانا وبتقول لها هل انتي زرتي الهرم الاكبر قبل كده فهنا ممكن تقول لها طبعا ايوة انا زرته زي ما اتفقنا بقى ده سؤال بهل بجاوب بياس وبعدين بعمل كما واليو بتتحول الى اي ودت طبعا هتنزل زي ما هي فاول اجابة هنقول فرح بعد كده سأل السؤال الاجابة ان جانا قالت هو في الجيزة فهنا بتسأل عن المكان لما جاء سأل عن المكان باستخدم انا بسأل عن مكان الهرم فاول هاول أداة استفهام الفعل المساعد من الاجابة اللي هو ممكن اقول طبعا اللي هو الهرمين فين بيكون مكانه طيب بعد كده فرح سأل السؤال كمان اجابته بتقول بقى ان ارتفاعه مية ستة واربين متر طيب طرح ما فيه كلمة هاي في الاجابة زي ما قلنا بنسأل بهاو هاي اللي هو كامل ارتفاعه خلاص كده يبقى هتقول هنا هاو هاي برضو از ات كام ارتفاع الهرم فاقلت لها مية ستة واربين متر طيب فرح قالت when did you visit it امتى انت زرتي هتقول هنا اي وقت في الماضي بقى ممكن تقول مسلا last week يعني الاسبوع اللي فات انا زرته الاسبوع اللي فات واي اجابة تانية هتكون صحة طبعا لانه هو هنا مش محدد في النهائة لها what do you think of it ايه رائك بقى في الهرم فاكيد هنا هتقول لها انه هو حاجة عظيمة وحاجة رائعة هتقول لاجابة خلنا نقول اعتقد يعني انه هو يعني رائع او عظيم طيب بعد كده نكمل مع بعض يكون في عندنا سؤال اختياري السؤال الاول طيب بيكون المكان اللي فيه اشجار كتير اشجار كتير قلنا دي الغابة كلمة غابة اللي هي فورست فاول اجابة هتبقى فورست اللي هي الغابة واللي بعده خلي بالك هنا بيقول لك الكبري بيكون خمسة وعشرين الف متر عايز يقول طول الكبري ده طول افقي طالما طول افقي بستخدم لونج اما بقى لو طول رأسي زي البرج كده بستخدم طول هنا بتكلم عن الكبري فاقول له لونج اللي هو الطول الافقي بعد كده طيب بيقول احنا يعني بنقيس الاشياء باستخدام المتر او الكيلو متر طبعا هنا عايز كلمة يقيس يقيس دي اسمها ميجر فاقول هنا وي ميجر واللي بعده بيقول هنا قال له في الاجابة هنا بيقول هل يجب ان انا اخد تاكسي الى الملاهي قال له لأ هي بتكون ايه طبعما قال له لأ تبقى هي قريب قريب اللي هي نير الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا محطة القطار عايز يقول محطة القطار كانت مزدحمة بالناس طيب يبقى هنا اقول له مزدحمة بالناس يعني فهنا اقول اللي بعده قال له في الاجابة خلي بيقى بقى بيسأل هنا عن عمق الجراش للعربيات يعني قال له ان هو حوالي عشرة متر خلي بقى لك تحت الارض تحت الارض يبقى بسأل عن العمق كامل عمق دي اسمها اللي بعده بيقول هنا فقط الناس والعجل يعني الدرجات هم بس اللي قدروا يمشوا فيه الطريق ده بسبب ايه انه دي كلمة ضيق دي اسمها نارو فاقول له هنا اللي بعده بيقول هنا أنا بقارن بين احمد وبين سمير عندي كلمة زان هنا طيب يبقى عايز هنا صيغة المقارنة من جود دي صفة غير منتظمة المقارنة بتاعتها اللي هي بتر فاقول احمد بيكون افضل من سمير اللي بعده بيقول طيب امتحان الانجليزي كان عايز يقول اصعب من بتاع اختي يعني امتحان اختي طيب خلي بالك بقى انا هنا بتكلم عن صفة طويلة اللي هي difficult فاقول قبلها اللي بعده بيقول هنا سهلة دي قولناها قبل كده التانس بيكون اقل خطورة من كرة القدم عايز من اللي هي زان بتستخدم مع المقارنة طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال السؤال الاول بيقول بيقارن بين الفيزياء والكمية طيب كلمة باد دي من الصفات الغير منتظمة قلنا صيغة المقارنة منها اسمها فاقول له is worse than اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقى بيقول الفيل بيكون اكبر من الجمل طيب عايز اقول اكبر من بيج دي صفة قصيرة يبقى هنا حط لها فاقول يبقى لما لايك كلمة زان يا اما حط للصفة او لو صفة طويلة بيكون قبلها اللي بعده هنا بيقارن بين الصفر بالطائرات والصفر بالأوتوبيسات عايز يقول ان بالطيارة بيكون اغلى من طيب كلمة دي صفة طويلة يبقى للمور الاول زان ما تعودنا بقى وبعدين اكتب الصفة الطويلة تاني اكتبها زان ما هي كده لازم تكتبها يبقى تقول لي مور اغلى من اللي بعده بيقول هنا بيقارن بالنهر النيل وهي نهر الامازون عايز يقول ان النهر النيل بيكون اطول من طيب كلمة احط لها ايه قارف الاخر عشان دي صفة قصيرة فقول له طيب بعده كده سؤال زي ما قلنا ان شاء الله قريب جدا هيكون في مذكرة المذكرة دي هتنزل على القناة بصيغة بي دي اف كل عليك بقى ان انت هتحمل المذكرة دي زي اللي عمناها في الترمي الاول بالضبط هتلاقي فيها اهم موضوعات المنهج وازي تعرف تحل السؤال ده بكل سهولة الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس التالت والربعة السؤال الاول بيقول هنا بيقول هنا ان جدي عمل عايز يقول يعني انجازات رائعة اسناء حياته انا فخور بي طيب كلمة انجازات دي اسمها فاول اجابة هنا هقول له طيب ايه اللي بعده بيقول هنا بيقول هنا من المهم انك تكون مؤدب لما تعطي رأيك خلي بالك بقى كلمة اوبانيون بييجي معها فهنا اقول له السؤال اللي بعده بيقول هنا عايز يقول ان كبري تحيا مصر ده يعني اعرض كبري معلق في العالم طيب كلمة معلق دي اسمها فاول هنا ساسبنشن اللي بعده بيقول هنا بيقول ان يعني الطائر الاسرع في العالم بيقدر يطير بسرعة 300 كم على الساعة طيب السرعة بيجي مع حرف الجر فاوله هنا اللي بعده زا تحيا مصر بريج كبري تحيا مصر احنا عارفين ان هو ليه ارضية زجاجية طيب ارضية دي اسمها فلور يبقى له هنا اللي بعده بيقول هنا بيقول يجب اننا نرتدي بلطو يعني في الشتاء لكي نحمي انفسنا من البرن طيب كلمة يحمي دي اسمها فاوله هنا اللي بعده بيقول نقاط عايز اقول ان احنا مشينا عبر يعني اه طبعا احنا مشينا عبر الحديقة علشان نصل للمتحف يبقى له هنا اللي بعده بيقول ناس كتير بتستمتع به عايز اقول المنظر الجميل ليه النيل طيب منظر ده اسمه فاوله هنا اللي بعده بيقول هنا طيب بتكلم على رياضة تسلق الجبل عايز اقول ان هي يعني من اخطر الرياضات على الاطلاق طيب تسلق الجبل دي اسمها فاوله هنا اللي بعده طيب هو بيحب ان هو يمارس رياضة لكي يبقى بصحة جيدة ويلائق بدنيا طيب كلمة دي بيقى مع دو فاوله هنا يمارس رياضة اللي بعده أنا بحب مشاهدة عايزوا العروض التلفزيون في المساء في الاجهزة طيب عروض التلفزيونية دي اسمها تيفي شوز فاوله هنا شو اللي بعده بيقول هنا هي كانت ايه من الظلام هي يعني صرخت للمساعدة طبعا كانت خائفة كلمة خائف دي اسمها افريد يبقى هنا طيب بعده كده بيقول يعني عكسة او مضاد عكس كلمة صحي طبعا دي عكسها غير صحي اللي هي طبعا فاقول هنا انهلسي اللي بعده بيقول طيب عايز يقول يعني ايه رأيك في ممارسة الرياضة كل يوم ما رأيك دي اسمها فهنا اقول بعد كده بيقول طيب كرة القدم بتكون عايزوا المشهورة جدا في جميع الحال العالم طيب مشهورة او محبوبة دي اسمها فاقوله هنا اللي بعده بيقول هنا طيب هي تعلمت رياضة ايه بقى لما كانت طفلة عند رياضة اسمها اللي هي طبعا التزلج على الجليد الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا صيغة التفضيل نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا طيب محتمل انك تكون عارف ان الحيتان خلي بالك بقى بتكون الحيوان الاكبر في العالم انا هنا بتكلم على اللي هي الحيتان وبفضلها على كل الحيوانات اللي في العالم دي اسمها صيغة التفضيل التفضيل بقى زا بيجي وراها الصفة اخرها اس دي. فهنا صح انه نقول. اللي بعده بيقول هنا. برضو هنا بيفضل نهر النيل على كل الانهار اللي موجودة في العالم. بقول النهر النيل عايز قولك الاطول في العالم. طيب خلي بالك بقى. بيجي اصلا وراها الصفة اخرها في صيغة التفضيل. فتقول لي هو النهر الاطول في العالم. بعد كده. برضو بيقول في رأي ان ماما بتكون عايز يقول ان افضل طاهية في العالم. افضل حد بيطبخ في العالم. ده برضو صيغة التفضيل. قلنا تفضيل زا والصفة طب كلمة جود دي ما الصفاتة الغير منتظمة. صيغة التفضيل منها اللي هي بست. فالصحة هنا ان نقول هي افضل طباخة في العالم. اللي بعده بيقول هنا. برضو هنا عايز يقول ان دي يعني افضل لعبة في المركز الرياضي هي لعبتي المفضلة. طيب خلي بالك بقى زا بيجي وراها طب لو الصفة طويلة زي بيجي قبلها موست. بقول زا موست او زا ليست. اللي موجودة عندي هنا هي اللعبة الاروحة يعني. بعد كده بيقول. زا نقط. طيب هذا عايز يقول طبعا زا. خلي بالك بقى عايز اقول زا ليست بوبيلر. احنا قلنا في صيغة التفضيل زا موك نيجي بعدها موست او ليست ازا كانت الصفة طويلة. عايز يقول الكتاب الاشهر في المكتبة. يبقى له ده ليست. اللي بعده بيقول افرست از نقط برضو دي صيغة التفضيل. بفضل الجبل ده عن كل الجبال اللي في العالم. از اقول ان هو بيكون يعني الجبل الاكسر ارتفاعا. فهنا زا والصفة خلاص كده فاقوله زا هايزت. بعد كده بيقول هنا المتحف المصري برضو هنا انا بفضل المتحف المصري عن كل المتحف اللي في مصر. هو مديني زا يبعز وراها عشان دي صفة طويلة. اللي موجود عندي هنا المتحف ده بيكون الاهم في مصر. فاقوله زا موست. بعد كده. the great pyramid is not pyramid in the world. الهرم الاكبر بيكون خلي بالك بقى عايز يقول ان هو الاشهر في العالم. برضو في العالم يبقى دي صغة التفضيل. بفضل عن كل الاهرامات. طيب famous صفة طويلة. يبقى على طول the most famous. لو الصفة طويلة او عايز اعمل التفضيل اقول the most او the least. يبقى انا اقول له the most famous. السؤال اللي بعده بيقول هنا. this is the not park in the city. many people like visiting it. عايز يقول ان الحديقة دي هي الاجمل في المدينة. ناس كتير بتحب تزورها. طيب دي صغة التفضيل. the most or least. لان دي صفة طويلة. فالصحة هنا بقى ان انا اقول most beautiful. دي الحديقة الاجمل في المدينة. بعد كده بيقول do you know what fastest animal in the world. واردو هنا بيقول هل انت تعرف ايه هو اسرع حيوان في العالم? انا هنا بقول صغة التفضيل. طيب كلمة fastest اصلا جاية اخرها. فالصحة هنا بقى انك تستخدم زا. يبقى اللي نقص هنا ايه? زا والصفة. الصفة اخرها موجودة. يبقى انا اقول زا بس. اللي هو الاسرعين. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال. السؤال الاول بيقول هنا. what's the not? time to walk across the bridge. طيب عايز يقول ايه هو? افضل وقت تعبر فيه الكبري. خلي بالك بقى. كلمة بتر دي صغة مقارنة. انا عندي زا. زا بيجي وراها صغة التفضيل. التفضيل من بتر اللي هو best. فقوله زا best time. افضل وقت. بعد كده. ايسينك زا تحيا مصر. بيقول اعتقد ان كبري تحيا مصر. بيكون عايز يقول طبعا المشروع الاعظم في مصر. طيب زا عايز وراها صفة اخرها اي اي اس اتي. دي صفة قصيرة. فها بتحط لها اي اس اتي في الاخر. بس هنقول هناك هو افضل مشروع في مصر. بعد كده بيقول. فاطمة is نقط beautiful girl in our group. طيب فاطمة بتكون عايز اقول اجمل بنت في مجموعتنا. طيب دي تفضيل بنت ومجموعة. يبقى هنا اقول اي بقى? يقول زا موست بيوتفول. مفعش نستخدم مور. والنمور دي سيغة مقارنة. عايز التفضيل منها الصفة طويلة بقول قبلها زا موست. اللي بعده بيقول هنا. اي لايك انجليش. اتس زا نقط سبجيكت. طيب هنا بيقول انا بحب الانجليزي. ها بيكون خلي بالك بقى المادة. طبعا الاكسر تشويقا. عايز اقول هنا زا موست انتورستنج. كلمة انتورستنج دي صفة طويلة. لازم تحط قبلها زا موست او زا ليست. هنا نقول موست هوم الديني زا. فاقول موست. واكتب الصفة تانية لازم تكتبها فتقول لي موست انتورستنج. اللي بعده بيقول هنا. زا نايل ازا وارلت سموت ريفر. نهر النيل بيكون عايز اقول لي اطول نهر في العالم. خلي بالك بقى. لابصر في اس الملكية دي ما ينفعش احط بعدها زا لونجست. صح هنا انك تحط على طول. لما يكون فيها بصر في اس الملكية فتستخدمش زا. فبتقول هنا لونجست. اللي بعده بيقول هنا داليا الزا نقط انهر فاعملي. طيب هوم الديني زا وصفة قصيرة يبقى عايز هنا الصفة اخرها اي اس تي. فاقول يبقى زا اولدست. الصفة اخرها اي اس تي. طبح اللي بعد كده بيبدأ مرني على سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. خلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب بيقول هنا عادل عند محسن يعني عادل ومحسن اللي اتنين بيتكلموا عن انجاز مهم. طيب خلينا نشوف كده. هنا عادل بيسأل محسن وبيقول له اول سؤال اي رأيك بقى في كبري تحيا مصر? طبعا هنرد هنا ويقول اي انا اعتقد ويقول اي صفة كويسة. خلينا نقول مثلا اعتقد ان ده مشروع عظيم يعني. فهقول هنا اي انا اعتقد او الاجابة ان ده طبعا مشروع رائع وعظيم. عادل هنا سأل سؤال الاجابة ان صاحبه قال له بيقول ايوه الكبري ده طويل جدا. فالاجابة هنا بيس يبقى ده سؤال بحل. طب هل بقى بجيبها من الاجابة? عندي هسأل بها. هل هو كبري طويل? فقولي بقى هل هنا عادة على الكبري? هل هو طويل يعني? فقال له ايوه ده الكبري ده طويل جدا. طيب. عادل بعد كده سأل سؤال كمان. الاجابة عليه? ان صاحبه قال له زي started building it in 2016. هم بدأوا بناء في الكبري في سنة 2016. خلي بالك بقى هنا بيسأل عن بداية العمل. طيب هنا هسأل بي when? طالما بسأل عن الوقت. يبقى امتا هم بدأوا? when? الفعل ماضي فهستخدم الفعل المساعد did. يبقى هنا السؤال رقم تلاتة. when did they start building it? امتا هم بدأوا في بناءه? يبقى رقم تلاتة. when did they start الفعل في المصدر بعد did. بعد نقول له building it. امتا بدأوا ان هم يبنوا الكبري? طيب. بعد كده عادل قال له do people walk across it? هل الناس بقى عبروا الكبري ده? طبعا الكبري ده تم افتتاح. فيقول له ياس. طبعا هيقول له ياس وزي ما تعودنا الناس ممكن احط مكانهم زي. ايواني هم عبروا. فقولوا ياس زي دو. طيب في الاخر قال له let's go and see it. يلا بنا نروح ونشوفه. فهنا على كده هيقول له ايه? هيقول له. او يقول له مثلا that's a good idea. يعني يا لها من فكرة جيدة. ده اقتراح. فيارد عليه ويقول that's a good idea. دي فكرة كويس يعني. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض بيكون في عندنا exercise على الدرس التالت والربعة. بيبدأ معي بسؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال القطعة. زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. قطعة بتاعتنا بيقول هنا. تحيا مصر بريدج. بيتكلم هنا عن كبري تحيا مصر بيقول ان ده اكبر كبري معلق في العالم. بيقول بقى كمان opened in cairo in may 2019. الكبري ده يعني انفتح في القهرة في سنة 2019 في شهر مايو. it's 67 point 36 meter wide and 540 meter long. بيقول كمان الكبري ده اتساعه 67 متر وطوله بيصل ليه 540 متر. طيب بعد كده بيكمل بيقول it's a great project. ده مشروع عظيم more than four thousand people helped to build it. بيقول ان ده مشروع عظيم اكتر من اربع تلاف شخص ساعدوا في بنائه. خلي بالك بقى الضمير هنا بيعود على كبري تحيا مصر. they started building it in 2016. بدأ العمل في سنة 2016. بدأوا العمل فيا بدأوا يبنوه في سنة 2016. they finished it in 32 months. وانتهوا من بنائه في 32 شهر. بعد كده بيقول. the bridge crosses the niles. يعني الكبري بيعبر النيل فوق طبعا جزيرة الورقة. بيكمل بيقول more than one hundred thousand people اكتر من مئة الف شخص live on the island. بيقول ان في اكتر من مئة الف شخص بيعش في الجزيرة دي. many people enjoy walking across the bridge. بيقول كمان ان في ناس كتير بتستمتع بالمشي على الكبري ده. بعد كده بيقول it has a glass floor. كبري بيكون ليه ارضية زجاجية. so لذلك you can see the river under your feet. عشان كده تقدر انك انت تشوف النهر تحت رجلك وانت ماشي. the best time افضل وقت بقى to cross the bridge. انك تعبر الكبري is at sunset. وقت ايه الغروب. طيب بعد ما قرنا القطعة وفهمناها نبدأ نحل اسئلة القطعة. نبدأ مع بعض. السؤال الاول بيقول هنا what is the main idea of the passage? ايه الفكرة الرئيسية للقطعة? سهلة دي. القطعة اصلا بتتكلم عن تحيا مصر. ينفع اكتب الاسم كده? طبعا عادي. فهتقول هنا about the تحيا مصر. قطعة كلها بتتكلم عن ايه? عن كبري تحيا مصر. يبقى هنا بيسألك الفكرة الرئيسية. طيب يبقى دي كده اول اجابة. تحيا مصر. بعد كده بيقول when did the bridge open? متى? الكبري تم افتتاحه وتفتح امتى يعني? طيب هو بندين في السطر التاني. الكبري افتتح فيه سنة 2019 في شهر مايو. in may 2019. بعد كده بيقول why do you think sunset is the best time to cross the bridge? بيسألك انت بقى ليه في رأيك وقت الغروب ده افضل وقت ليه يعني عبور الكبري? هنا بقى تقدر تكتب اي اجابة. خليها مثلا نقول because of its colorful lights. بسبب يعني الانوار اللي موجودة فيه الكبري اه طبعا الملونة. فممكن اقول because of its colorful lights. لوقتي طبعا وقت ايه? وقت كويس انك تعبر الكبري. بعد كده سؤال اختياري على القطع. the underline pronoun it. الضمير it اللي في القطع بيشير الى ايه? واحنا بنقرأ قلنا ان الضمير ده كان بيشير الى الكبري نفسه اللي هو تحيا مصر بريج. واللي بعده بيقول هنا. the bridge has a نقط floor. طيب بيقول كمان الكبري بكل ارضية طبعا زجاجية. last floor. واللي بعده بيقول the word started means نقط. كلمة start يبدأ. بتعني ايه? طبعا هنا بدأ بتعني begin. الماضي من begin اللي هي بدأة برضو. بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا. she is not with her homework she can't go out with us. عايز يقول ان هي بتكون مجغولة بالواجب بتاعها. هي مش هتقدر تخرج معنا. طيب عايز بقى كلمة مجغول. مجغول دي اسمها بيزي. فاقول هنا she is busy. طيب اللي بعده بيقول هنا it's not to say please and thank you. طبعا من الادب انك انت تقول من فضلك وتقول شكرا. طيب معدب دي اسمها polite. فهنا اقول polite. اللي بعده. the hotel room has a beautiful note of the sea. الغرفة دي في الفندق بيقول ان يعني بكلها منظر يميل على البحر. طيب منظر ده اسمه view. اللي بعده بيقول هنا. when sara got the full marks in english she was not of herself. طيب لما سارة حصلت على درجة عالية في اللغة الانجليزية. هي طبعا كانت فخورها بنفسها. طيب كلمة فخور بي دي اسمها proud of. فاقول هنا proud. واللي بعده بيقول هنا. I hope to not my dreams. I want to be a famous doctor. بيقول انا اتمنى ان انا احقق حلم يعني انا عاوز اكون طبيب مشهور. طيب يحقق دي اسمها achieve او ينجز حلمه. اللي بعده بيقول هنا. Egypt is a great note in africa. طيب مصر بتكون طبعا دولة عظيمة في افريقيا. كلمة دولة بقى دي اسمها country. فاقول له هنا great country. الصفحة اللي بعد كده يعني كمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. I نقاط. Where is your opinion? بعد كده بيقول I have another one. حاجز يقول يعني انا لا اتفق مع رأيك. انا عندي رأي اخر. طيب خلي بالك بقى. طالما قال لك انا عندي رأي اخر. يبقى هو لا يتفق. كلمة انا لا اتفق باسمها I disagree. فالجاب هنا تبقى رقم C اللي هي disagree. ده مصطلح كده معناه انا لا اتفق. بعد كده بيقول هنا زا نقاط day at the market is friday. عايز يقول اليوم الاكسر ازدحامل في السوق هو يوم الجمعة. طيب خلي بقى لك بقى. احنا قلنا صيغة التفضيل زا لو جاي وراها صفة قصيرة بيجي بعدها. كلمة بايزي دي صفة قصيرة. يبقى له زا بايزيست. اللي بعده? بيقول هنا I think Alexandria is the not beautiful city in Egypt. اعتقد ان الاسكندرية هي بتكون المدينة الاجمل في مصر. طيب قلنا beautiful صفة طويلة يجيب لها the most او the list. هو مديني زا فانا اختار most. اللي بعده بيقول هنا some of the building in the world are also the most beautiful. بيقول هنا ان في بعض المباني الاقدم في العالم ايضا بتكون هي الاجمل او الاكسر جمالا في العالم. طيب دي صيغة التفضيل. زا بيجي بعدها الصفة اخرها اي اس دي. فقوله هنا زا oldest. بعد كده نكمل مع بعض سؤال السؤال الاول. بيقول هنا زا كايرو تاور برج القاهرة ازا نقط بلدنج ان ايجيبت. بيقول ان برج القاهرة بيكون المبنى الاطول في مصر. زا عايز وراها الصفة اخرها دي صيغة التفضيل. فقوله هنا زا tallest. بفضل البرج ده عن كل المباني. فقوله هنا tallest. اللي بعده بيقول هنا زا red sea is not sea in the world. طيب دي صفة التفضيل برضو. عايز يقول ان البحر الاحمر بيكون الاعمق والبحر الاعمق في العالم. طيب هنا عايز زا وبعدين الصفة deep. دي صفة قصيرة. احط لها في الاخر اي اس دي. فقول هنا زا deepest. هو يعني اعمق بحر في العالم. يبقى زا والصفة اخرها اي اس دي. اللي بعده بيقول الاهلي is not famous football team in africa. بيقول النادي الاهلي. بيكون هو طبعا. عايز اقول لك النادي الاشهر في كرة القدم في افريقيا. عايز اقول الاشهر. يبقى زا وبعدين مست. ما ينفعش اقول most famous. يبقى زا الاول وبعدين most وبعدين famous اللي هي الصفة الطويلة. اللي بعده بيقول هنا. I think english is نوعات language to learn. اعتقد ان الانجليزي بيكون هو مديك زا هنا. فعايز زا easiest. يبقى هنا اقول له المادة الاسهل او اللغة الاسهل في العالم. فهنا اقول easy واحطلها is t في الاخر. فهو الاسيست. دي طبعا سيد التفضيل. بعد كده سؤال الايميل زا ما قلنا ان شاء الله قريب جدا هينزل على القناة هنا. مذكرة كاملة لقول اعدادي في السؤال ده. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس الخامس والسادس. طيب السؤال الاول بيقول هنا. there is a signs نوعات. at school. بعد كده بيقول. I think Magdy will win. بيقول هنا يعني يوجد. عايز يقول مصابقة للعلوم في المدرسة. اعتقد ان Magdy هيفوز بالمصابقة. طيب كلمة مصابقة دي اسمها competition. فهنا اقول له competition اللي هي معناها مصابقة. السؤال اللي بعده بيقول هنا. the most beautiful part of the museum is the نقط. بعد كده بيقول with its plans and status. طيب بيقول هنا ان يعني اه اجمل مكان في المتحف بيكون ايه? في نباتات وتماثيل في المكان ده. طيب المكان الوحيد اللي ممكن يكون موجود عندي اللي هو entrance. اللي هو طبعا مدخل المتحف. فقول له entrance. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا let's read the about air pollution. بيقول يعني يلا بينا نقرأ ايه عن التلاوث? الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقرأها هي كلمة article. article يعني مقال. اللي بعده? the note in the park is beautiful. but ولكن be careful of water falling off it. بيقول يعني ايه هنا اللي موجود في الحديقة? بيكون جميل. بس يخلي بالك بقى. يعني الحاجة دي موجود فيها مية وممكن تتصغط عليك. طيب الحاجة اللي موجودة في الحديقة وفيها مية دي اسمها فاونتن. كلمة فاونتن يعني هنا فورة. فبقول هنا فاونتن. اللي بعده بيقول هنا there are valuable note in the Egyptian museum. طيب يوجد عايز يقول كنوز قيمة في المتحف المصري. كلمة كنوز دي اسمها treasures. فهنا اقول treasures اللي هي معناها كنوز. واللي بعده بيقول هنا the note character in the story is Robinson Crusoe. بيتكلم هنا عن الشخصية الرئيسية في القصة. طبعا دي شخصية روبانسن كروزو. هو هنا عايز كلمة رئيسي. كلمة رئيسية دي اسمها مين? فاقول the main character. اللي بعده بيقول هنا. نقط is a period of one hundred years. طيب الفترة اللي بتكون مية سنة يعني. طبعا قلناها قبل كده دي قرن. القرن بنسميه سنشري. طيب نقول هنا سنشري. اللي بعده بيقول هنا. نقط نوتس helps us remember important information. طيب. هنا عايز يقول تدوين الملاحظات بيسعدنا نفتكر المعلومات المهمة. طيب كلمة يدون ملاحوظة دي اسمها make notes. فاقول له هنا making notes. اللي بعده. بيقول an architect is a person هو نقط buildings. المهندس المعماري هو الشخص اللي بيصمم المباني. كلمة يصمم دي اسمها design. فاقول designs. واللي بعده بيقول when tourists visit a country. they should have a note of important places in it. طيب لما السياح بيزوروا دولة يعني يجب ان هم ياخدوا عايز اقولك هنا كتاب ليه الارشاد السياحي للاماكن المهمة. طيب كتاب الارشاد ده اسمه guidebook. فاقول هنا guidebook واللي بعده بيقول هنا my father put me a wonderful note of short stories. بيقول بابا اشترا لي. عايز اقول مجموعة رائعة من القصص القصيرة. طيب كلمة مجموعة دي اسمها collection. فاقول هنا كلمة collection يعني مجموعة جميلة من القصص. واللي بعده بيقول هنا let's note our visitors with a smile. طيب يلا بينا نرحب بزوار بابتسامة. خلي بالك بعيد هنا الفعلي اللي هو يرحب. ده اسمه welcome. فاقول هنا welcome. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا. we can. نقط a picnic on the beach. طيب كلمة picnic قلنا بيجي معها كلمة have. يبقى هنا اقول له احنا نقدر نطلع نزهة خلوياني على الشاطئ. فهنا كلمة have. اللي بعده بيقول نقط work is the way to achieve your goals. عايز يقول العمل الجاد هو الطريق لتحقيق اهدافك. طيب العمل الجاد دي اسمها hard work. فهنا هقول كلمة hard. طيب اللي بعده بيقول هنا modern is the opposite of a. كلمة modern اللي هي معناها حديث او جديد. opposite يعني عكس او مضاد. كلمة جديد بقى عكسها كلمة قديم او عطيق. اللي هي طبعا ancient. اللي بعده بيقول هنا the valley of the kings is one of the most نقط places for tourists to visit. طيب بيتكلم هنا عن وادي الملوك هو واحد يعني من اشهر الاماكن للسياح. المشهورة للسياح او المحبوبة. كلمة مشهور اللي هي popular. يبقى هو واحد من اهم الاماكن لده السياح. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الخامس والسادس. بيبدأ معي بسؤال الديالك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة تقرر المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. خلي بالك برضو السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب بيقول هنا فريدة بتقابل سائح انجليزي في القاهرة. طيب خلينا نشوف كده فريدة بتكلم السائح وبتقول له مرحب بك في مصر. بترحب بيه بتقول له يعني من اين انت? طيب احنا عرفنا من فوق ان هو سائح انجليزي. فها يرد وقول لها انا من انجلترا. هيقول طبعا اي ام فروم انجلاند. انا من انجلترا. يبقى اول اجابة رقم واحد عاد يقول فيها اي ام فروم انجلاند. انا من انجلترا. طيب بعد كده فريدة سألت اول سؤال. السائح رده قال. تقول لا لا انا زرت مصر قبل كده. طيب واضح هنا ان ده سؤال بهل. هي هنا بتسأله بتقول له يعني هل انت زرت مصر قبل كده? او ممكن تقول هل هذه زيارتك الاولى? فنقولها ازاي بقى? هنقول از هنقول بقى هل هذه اول زيارة لمصر? يبقى از زيارتك الاولى مصر? لانه في الاجابة بيقول لا انا زرت مصر قبل كده. يبقى رقم اتنين. طيب بعد كده فريدة سألت سؤال كمان. الاجابة قال لها انا زرت الاحرامات والمتحف المصري الكبير. دي الاماكن اللي هو زرها. فهي كده كانت بتسأله. بتقول له يعني ايه الاماكن اللي انت زرتها? ما الاماكن دي اسمها what places? فهنقول هنقول هنا. وعلشان الفعل في الاجابة جاي في الماضي فهنستخدم الفعل المساعدة. يبقى ايه الاماكن اللي انت زرتها? الفعل طبعا بيجي في المصدر بعد. ما الاماكن اللي انت زرتها? فقال لها كزا وكزا. قالت له. رائع كامل مدة بقى اللي انت هتقضيها في مصر. طيب مفيش هنا حاجة محددة يكتب اللي انت عايزه. ممكن تقول مسلا تو ويكس او اي مدة. خلا نقول ايه هو اللي بيجاوب بقى بيقول انا هقضي وقول فور واكتب اي مدة. خلاص كده? خلا نقول تو ويكس يعني هيقعد اسبوعين مسلا. اي مدة هنا طبعا هتكتبها هتكون صح. طيب. بعد كده فريدة قررت له حاجة عشان عرفها لازم اكمل. قال لها ايه واضح ان هي بتقترح عليه اقتراح لان بقول فكرة جيدة. انا هزور كمان. فانا بتقول له انت كمان تقدر تزور لقصر. فعنقول هنا دي معناها يعني ان انت بتقترح بقى عليه. تقدر كمان انك تزور ايه مدينة لقصر. عارفنا منين من تكملة المحادسة. طيب. بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول. بيقول هنا. زير ار ميني نقاط. بيقول يعني يوجد العديد من النمازج الايه في المتحف? او الاسار الايه? عايزوا الاسار القيمة. كلمة قيمة اللي هي طيب. بعد كده بيقول. طيب يلا بينا نركب عايز يقول هنا طبعا الدراجة النارية اللي هي. دي الحاجة الوحيدة اللي ينفعي معها. فاقول موتربايك. اللي هو المتسيكل يعني. can you tell me where the car not is? هل ممكن تخبرني? اين عايز قول بقى البارك او مكان ركن السيارة اللي هو كار بارك. بعد كده. do you know what year the twenty first and what started? بيسأل سؤال يعني هل انت بتعرف ايه السنة اللي بدأ بها القرن الواحد والعشرين. فهنا اقول century. اللي هو يعني قرن. بعد كده. I won the first prize in the science A. انا فزت بجائزة الاولى في العلوم. عايزوا في مصابقة العلوم. كلنا مصابقة يعني competition. فاقول هنا competition. بعد كده. بيقول هنا. المتاحف المتاحف عادة يعني بيكون فيها طبعا اثار قديم. فاقول هنا objects. النمازج اللي جواه المتحف بنسميه objects. بعد كده بيقول there are many beautiful clothes or not at this shop. يوجد يعني عزو الملابس جميلة موجودة يعني في العرض للمحل ده. يبقى قوله display معروضة في المحل. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. old cars. السيارات القديمة are not zan modern cars. خلي بالك بقى هو بيقارن بالعربية القديمة والجديدة. انت هنا لما تشوف كلمة zan دي دايما في اي جملة. عايزك هنا تحط عينك على الكلمة دي وتفتكر. كلمة دي دايما بتدل على المقارنة. عايز يقول ان هي اكسر ازعاجا من. طيب مقارنة يبقى الصفة اخرها er. هقوله هنا. اللي بعده بيقول هنا. اه خلي بالك بقى بيقول لك يعني ان ده اكسر وقت في اليوم. هنا بتكلم عن الوقت في اليوم كله. دي بقى سيغة تفضيل. تفضيل يبقى عايز هنا. او وبعدين الصفة اللي هي دي صفة طويلة. فاقوله هنا. السؤال اللي بعده بيقول هنا. كيرو از نقط. طيب هنا بتكلم عن القهرة في مصر كلها. برضو دي صغة تفضيل. عايز يقول القاهرة بتكون يعني اكبر مدينة في مصر كلها. طيب يبقى زا والصفة اي اس تي. فاقوله زا بيجست. المدينة الاكبر يعني. بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال اكوريكت. السؤال الاول بيقول هنا اسوان از نقط زان كيرو. نفس الكلام. قلنا زان يعني مقارنة. عايز يقول ان اسوان اكسر حرارة من القاهرة. طيب كلمة هوت هحط لها في الاخر اي ار. تقول اسوان از هوتر زان. اللي بعده بيقول هنا نقط طيب خلي بالك بيسأل هنا عن اتساع الكبري او عرض الكبري. دي اسمها خلاص كده. فالصح ان اقول هاو كم عرض او كم اتساع الكبري تحيا مصر. طيب بعد كده بيقول في رأيي زا النقط بيقول يعني في الرأيي ان طبعا اهدى وافضل مكان احنا زورناه كان معبد هابو اللي هو طبعا موجود في الاخر. طيب انا عايز ان ازا بيجي ورها صفة اي اس دي. اي ار دي مقارنة. انا عايز اقول المكان الافضل يعني. بعد كده بيقول هنا نقط انا از فاستر. زا لاين اور زا تايجر. اي حيوان بيكون اسرع. طيب الاسد او طبعا النمر. هنا بخير بين اتنين يبقى اي حيوان يعني بيكون اسرع. فهنا هنقول بعد كده سؤال زي ما قلنا السؤال ده ان شاء الله ينزل وذكرها قريب جدا لأولعدادي. صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. هنا بقى بيكون عندنا امتحان نهائي على الوحدة التمنى بالكامل. الامتحان ده بيبدأ معي بسؤال سؤال نص الاستماع. السؤال ده زي ما تعودنا هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود فيه اخر الكتاب. فبتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده. قرى النص على مهلك وبعدين ابدأ اختار الاجابات. وبعد كده بشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. خلي بقى لك برضو. السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عني. بيقول هنا. عمر اسكس علي some questions for his school project. عمر بيسأل علي بعض الاسئلة عن يعني مشروعه المدرسة. طيب خلالي نشوف كده. عمر بيتكلم عليه بيقول له can I ask you some questions for my school project. هل بقى اقدر اسألك? بعض الاسئلة يعني عن البحث الدراسي بتاعي او المشروع المدرسة. فطبعا هنا هيقول له yes of course. زي ما قلنا شباب. السيغة دي بجاوب عليها بالطبع بالتأكيد. ممكن نقول sure yes you can او yes of course. لان بعد كده هيبدأ يسأل. فعمر سأله اول سؤال. اللي كانت اجابته. علي قال له the great pyramid is one hundred forty six meter high. اه بيقول هنا ارتفاع الهرم الاكبر مية ستة اربيان متر. قلت لك لما تلاقي في الاجابة كلمة high يبقى هنا بسأل عن الارتفاع. فاقول how high? كم ارتفاع? والفعل المساعد بجيبه مني الاجابة اللي هو is. فاقول how high is? واكمل بقى واقول the great pyramid. كم يعني ارتفاع الهرم الاكبر? زي ما قلت لك علشان تسأل سؤال. لازم الاول تقرأ الاجابة. يبقى هنا رقم اتنين. how high is the great pyramid? كم ارتفاع الهرم الاكبر. قال له مية ستة اربيان متر. طيب عمر هنا قال what is the longest river in the world? بيسأله سؤال تاني ايه هو بقى النهر الاطول في العالم? طبعا المعلومة دي عندنا اللي هو نهر النيل. هقولها ازاي? هكتب بقى the river نهر النيل. ممكن برضو اكتب اجابة كاملة واقول the nile is the longest river in the world. الاتنين صح. قلنا نقول the nile. عمر سأل سؤال كمان. كانت اجابته lake bycal is in russia. خلي بالك بقى بيقول ان بحيرة بايكال دي موجودة في روسيا. فهنا بقى بيسأل عن مكان البحيرة. لما اجيسأل عن المكان بسأل به where? فهنا يقول where? فعلى مساعد من الاجابة اللي هو is. وبعدين بقى lake bycal. فين يعني بحيرة اللي هي موجودة في روسيا? بعد كده هو بيقول له يعني. فالسؤال رقم اربعة where is lake bycal? فين البحيرة دي يعني? فقال له طبعا في روسيا. عمر في النهاية قال له good I think you are very clever. انا اعتقد ان انت شاطر جدا. ففي النهاية علي طبعا هيشكره. واحد بقولك ان انت شاطر فهتقول له شكرا. اللي هي thank you. فهيقول له طبعا اشكرك او شكرا لك اللي هي thank you. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال القطعة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدأ بقى هنا نقرأ قطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. القطعة بتقول هنا كيرو is a big city. القاهرة يعني بتكون مدينة كبيرة. it is the capital of ايجيبت. هي طبعا عاصمة نصر. more than ten million people live here. اه بيقول بقى ان في اكتر من عشرة مليون شخص بيعيشوا هنا في القاهرين. there are a lot of gardens where families can go and spend a nice time. بيقول كمان ان القاهرة فيها حضائق كتير جدا حيث العائلات تقدر ان هي تقضي وقت رأى. بعد كده بيقول there are also a lot of restaurants. كمان فيها مطاعم where you can. تقدر بقى انت في المطاعم دي have delicious meal and different dishes. فيها مطاعم تقدر انك انت تتناول فيها واجبات لذيذة ويخلي بالك اطباء مختلفة. كلمة different يعني مختلفة. it's always visited by tourists from all over the world. بيقول ان هي دايما بتظهر بواسطة السياح من كل انحاء العالم. بعد كده بيقول they enjoy visiting ancient places. هما بقى بيزوروا يعني الاماكن الاسارية والتاريخية فيها. كلمة ازاي هنا خلي بالك هي عيدة على tourists اللي هما السياح. زي ما قلنا قبل كده. طيب. بعد كده بيقول they visit the Egyptian museum. هما بيزوروا المطحف المصري to see the ancient treasures and statues. يعني بيزور المطحف المصري علشان يتفرجوا على الكنوز والتمثيل اللي موجودة هناك. they also visit the cairo tower. كمان بيشوفوا برج القاهرة where they can have a look on طبعا the whole city. برج القاهرة حيث ان هما بيقدروا يشوفوا منظر كامل للمدينة كلها من فوق البرجيان. طيب بعد ما قرينا القطعة وفهمناها نبدأ بقى نحل اسئلة القطعة. السؤال الاول بيقول هنا what is the main idea of the passage? سهلة جدا. الفكرة الرئيسية للقطعة. القطعة كلها كيف بتتكلم عنها مدينة القاهرة. طبعا تقول مثلا. ابعوت كايرو عن القاهرة. لو كتبت كلمة كايرو بس كده في السؤال ده اجابة صح. وممكن تكمل كمان لو عايز تقول the capital of ايجيب. طبعا الاجابة موجودة عندك في اول سطر في القطعة. انت في القطعة ما بتحلش من دماغك. بتحل من اللي انت قريته. يبقى اول حاجة قطعة بتتكلم عن ايه? اقول له about كايرو the capital of ايجيبت. بتتكلم عن القاهرة اللي هي طبعا عاصمة مصر. دي كده اول اجابة. السؤال التاني بيقول هنا why do you think كايرو is a crowded city? ليه في رأيك القاهرة دي مدينة مزدحمة? هو الهالي في اول سطر اصلا. لما قال ان في اكتر من عشرة مليون شخص بيعيشوا فيها. فقول هنا الاول because بسبب. وابدأ بقى من القطعة من السطر الفوق واكتب more than ten million بسبب ان في اكتر من ten عشرة مليون يعني عشر ملايين people live there. هي مزدحمة علشان في اكتر من عشرة مليون شخص بيعيشوا في القاهرة. وممكن تكمل تزود وتكتب اجابات تانية ان في سياح بيزروها وهكذا. يبقى because more than ten million people live there. في اكتر من عشرة مليون شخص عايشين في القاهرة. بعد كده بيقول where can tourists have a look on the city of كايرو? سؤال سهل. يعني السياح بيقدروا يشوفوا منظر كامل ليه القاهرة? منين? هو قال لي من برج القاهرة. فاقول له كده from the كايرو tower. يعني بيقدر يشوفوا المنظر ده من برج القاهرة. طبعا الاجابات دي كلها موجودة داخل القطعة. يبقى from the كايرو tower. اللي هو طبعا برج القاهرة. طيب بعد كده بيكون عندي تلات اسئلة اختياري على القطع برضو. نبدأ مع بعض. السؤال الاول. بيقول هنا كلمة different is opposite in meaning to a. قلنا وحنا بنقرأ ان different يعني مختلف. طالب عكس كلمة مختلف. عكسها كلمة same اللي هو نفس الحاجة. ازا same يعني عكس كلمة different. بعد كده بيقول طيب السياح بيزوروا المتحف المصري. علشان يشوفوا ايه القديمة اللي هناك. هو قال لي وطبعا التماثيل. واللي بعده بيقول هنا the underlined pronoun they refers to not. الضمير they اللي تحت الخط ده بيشير الى ايه? طبعا قلنا to restless اللي هما السياح. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول. بيقول هنا نوعات means measuring water from the top to the bottom. ايه اللي معناه? قياس المياه. انك تقيس المياه يعني من قمة او من القمة الى القاعة. لما تقيس مثلا حاجة من قمة المياه الى القاعة انت كده بتقيس عمق الحاجة دي. العمق اللي هو deep. اللي بعده بيقول هنا we will take lots of time because the not is low. يعني احنا بقى هنستغرق وقت كبير جدا بسبب ايه بيكون بطيء. هنا عايز كلمة traffic اللي هي حركة المرور. خلي بالك traffic يعني حركة المرور. اما traffic light دي اشارة المرور. احنا عايزين هنا traffic. في فرق بينهم. اللي بعده can you give me some examples not famous sports stars. هل ممكن انك انت تديني? امثلة ليه? نجوم رياضيين مشهورين. طبعا مثال لي دي اسمها example of. فهنا هاختار حرف الجر اللي هو of. مثال لي. واللي بعده بيقول هنا the not locked beautiful over the river. it's nice to see the sun sink in water. طيب. بيتكلم هنا عن المنظر الجميل. اللي بيشوفه من النهر يعني. ليه الشمس وهي طبعا بتغرب. وهي طبعا بتختفي خلف المية. ده منظر الغروب. غروب يعني sunset. فاقول هنا sun set. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. بيقول لاعب كرة القدم. اصبح ايه يعني? بعد ما احرز هدف رائع. طبعا اصبح مشهور. كلمة مشهور دي اسمها famous. فاول اجابة هنا اقول له famous. السؤال اللي بعده بيقول هنا. المبنى بيكون لو ايه يعني فيه المقدمة. عايزوا الاعمدها كتير. اعمدها اللي هي columns. بعد كده بيقول. the noot of bangkok is more than ten million. بيقول التعداد السكاني لمدينة بانكوك بيتعدى العشر مليون شخص. كلمة تعداد السكاني دي اسمها population. فاقول هنا population. اللي بعده بيقول هنا. ice skating is noot skiing. هو هنا بيقارن بين رياطين. التزحلق على الجليد عايز يقول بقى ان هو امن من. امن من دي اسمها safer than. يبقى الصفة اخرها ar زائد زان. عشان دي طبعا مقارنة. واللي بعده بيقول what do you think is noot dangerous animal in the world. طيب دي بقى صوت التفضيل. في رأي كاني عايز يقول ان ايه هو اخطر حيوان في العالم. انا هنا بفضل. التفضيل يبقى the most والصفة الطولة اللي هي dangerous. فهنا اختار the most. واللي بعده بيقول هنا. عادل is tall but rami is a. عادل بيكون طويل ولكن رامي. طبعا هنا عايز يقول اطول بقى. قلنا اطول يبقى دي مقارنة بين رامي وبن عادل يبقى الصفة اخرها ar فهقول له is taller. طيب اللي بعده? بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا where is the not pharmacy? خلي بالك بقى. عايز يقول يعني فين اقرب سيدة لقى? طيب هنا برضو سيغة تفضيل. زي اصلا بيكون وراها الصفة اخرها is t. فاكتب كلمة near واحط لها is t. اقول له هنا new yarest. فين يعني اقرب سيدة لقى? اللي بعده sorry. eight o clock is late. can we meet? ابيت نقط. اسف يعني الساعة تمانية دي متأخر. ممكن بقى انك تيجي بدري اكتر من كده. برضو دي سيغة مقارنة بقى خلي بالك. طيب هنا يبقى كلمة early. هحط لها في الاخر اي اي ار. بعد كده بيقول who is not? person in your country. بيسأل مين هو? عايزول اقوى شخص في بلدك. طيب كلمة powerful دي صفة طويلة. المفروض اقول the most الاول وبعد هنا اقول powerful. فالصحة هنا ان احنا هنكتب the most. واهم حاجة انك هترجع تكتب الصفة تاني بعدها اللي هي powerful. يبقى اقول له the most powerful. اللي بعده? بيقول هنا كيرو is not crowded than giza. بيقارن بين القاهرة والجيزة. از هو القاهرة بتكون اكثر ازدحاما من. كنت زان سيغة مقارنة يبقى المور مش most. هنا اقول المور والصفة الطويلة وزان يبقى هنا مور. بعد كده سؤال paragraph زي ما قلنا ان شاء الله ده هنزل له مذكرة قريب جدا على القناة. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض بيكون في عندنا اختبار شهر فبراير على الواحدة السبعة والتنى. طيب بيبدأ معها طبعا بيه سؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا اهم حاجة ان تتقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. خلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول هنا بسملة wants to visit the Egyptian museum. بسملة عاوزة انها تزور المتحف المصري. خلينا نشوف كده. بسملة بتكلم حبيبة وبتقول لها هل هو حبيبة? how are you? طيب يعني كيف حالك? طبعا هترد عليها وتقول لها بخير. من المحادسة كده هتقول لها I am fine. يبقى هنا هتقول لها I am fine. يعني انا بخير. او الاجابة الشباب هتقول I am fine. وبعد كده تسألها what about you? انت بقى اخبارك ايه? قالت لها fine. I decided to visit the Egyptian museum. انا بخير قررت ان انا اروح المتحف المصري. وسألتها did you visit it? هل انت روحتي? طيب هنا هتلاح حاجة. وبعد كده قالت I went there on a school trip. انا يعني روحته في رحلة مدرسية. فالاجابة هنا تبقى ايوة انا روحته. تقول yes. وزا ما تعودنا كما والyou بتتحول الى I. و did بتنزم هي. فالتاني اجابة yes I did. طيب بس ما لا سألت سؤال بعد كده? اجابة السؤال ده انها حبيبة قالت I visited it because I like historical places. انا زرته بسبب ان انا بحب الاماكن التاريخية. قلت لك لما تلاقي فيه الاجابة كلمة because يبقى كده بتسأل عن السبب. لما اجي اسأل عن السبب بسأل ب why. فممكن اقول هنا why. وقدر اكمل واقول why did you visit it? ليه يعني انت زورتيها. لماذا زورتيها? يبقى why did you visit it? فقلت ارشان انا بحب الاماكن التاريخية. طيب بعد كده كمان بسملة. سألت سؤال الاجابة عليه? كانت I saw there many status. طيب بتقول لها في الاجابة يعني انا شفت تماثيل اه كتير هناك. فوضح هنا بتسألها عن الحاجات اللي شفتها في المتحف. فهتقول what did you see there? كلمة what يعني ما او ماذا? وهنا بنستخدم did لان الفعل في الاجابة جاي في الماضي اللي هو so. وبعد هنا اقول طبعا يعني اه ايه اللي انت شفتيه? انا بسأل بقى فاقول what did you see there? فقلت لها تماثيل كتير. بس ما لا بعد كده قالت great did you enjoy your visit? هل انت استمتعت بوقتك? قالت لها حاجة وقالت بعد كده it was a wonderful. كانت زيارة كويسة فأكدها تقول لها yes I did. يبقى اخر حاجة yes I did. ايهاني استمتعت بالوقت هناك. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول. I like playing football so لذلك I asked my father to join our and not. انا بحب لعب كرة القدم عشان كده انا طلبت من بابا ان هو طبعا يشترك لي في ايه? طبعا في sports center. ننضم يعني لمركز رياضي. اللي بعده yesterday my family not to our new house in Alex. مبارح العيلة يعني عزيول نقلت الى بيتنا الجديد في الاسكندرية. طيب ينقل الى او يعزل الى دي اسمها move to. فأقول له هنا moved to. عزيله يعني لبيت الجديد في اسكندرية. اللي بعده بيقول most students are usually not just before exams. طيب معظم الطلاب بيكونوا عزيول عادة يعني بيتوتروا قبل الامتحانات. كلمة متوتر دي اسمها nervous. فأقول هنا nervous. اللي بعده what did you not Sara's birthday? هنا بيقول اللي انت عملته في عيد ميلاد سارة. خلي بالك بقى هنا بيسأل عن الفاعل اللي كان في الحفلة. طالما الفاعل بقول له ايات في عيد الميلاد. لو بسأل عن يوم الميلاد بستخدم on. اللي بعده بيقول it was terrible not my team lost five two. يعني عايز قولك كان يوم سيء بسبب اني فريقي خسر خمسة اتنين. ده سبب في السبب بنستخدم because. اليوم ده كان وحش علشان الفريق خسر. فأقول هنا because. اللي بعده بيقول هنا. بيسأل يعني امتى عائلة دينا? خلي بالك بقى. احنا قلنا ان الكلمة did بييجي وراها الفعل في المصدر. راجع كده قواعد الوحدة السبعة. المصدر اللي هو visit. بعد كده بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول. بيقول not you got a new school bag. خلي بالك برضو. هنا ده سؤال. عندي هنا كلمة got. قلنا good بسأل عنا بهاز او have. على حسب الفاعل. you هنا ده فاعل جمع. يبقى استخدم have you got. هل انت عندك يعني شنطة مدرسية جديدة. اللي بعده. she went to school not she felt ill. طيب. هي ذهبت الى المدرسة. مع انها كانت مريضة. في تناقض هنا يبقى له also. على الرغم من انها كانت ايه مريضة. يبقى هنا also. بعد كده بيقول when did you visit the museum? two days not. طيب احنا هنا شباب لما يكون عندي ماضي من الكلمات اللي بتدل على الماضي كلمة ago. وبيجي قبلها مدة زمنية وبتيجي في اخر الجملة. يبقى له two days ago. منذ طبعا يومين. اما كلمة last بيجي وراها مدة زمنية. how not your last weekend? طبعا ده عنوان الوحدة السبعة. how was your last? هنا ما فيش فعلة في المصدر. ما نفعش دد. الصح هنا ان انا اقول كيف كانت عطلة نهاية الاسبوع. يبقى how was? الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا النموذج التاني لشهر فبراير على الوحدة التامنة. طيب بيبدأ معها بسؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا اهم حاجة تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل. والسطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول هنا تسنيم عند مروة تسنيم ومروة الاتنين بيتكلموا عن استخدام الموبايل يعني في المدرسة. نشوف كده هنا التسنيم بتسأل مروة وبتقول لها بتقول لها يعني هل انت سمعتي عن خطة المدرسة في انها توقف استخدام الموبايل? طيب احنا عارفين ان معناها هل? يبقى هنا جواب بيس ارنو. كمل عشان تعرف. المدرس قال لنا. يبقى واضح ان هي عارفة. فهنا اول اجابة هنقول ياس. ممكن نقول ياس او نقول شور او ياس اف كورس كل دي اجابات صح. هلنقول ياس شور. ايوة عارفة. طيب تسنيم سألت سؤال الاجابة كانت? حسنا اعتقد ان ده هيكون افضل لنا. ده رأيي طبعا مروة. يبقى هنا بتسألها عن رأيها. فممكن تقول لها ايه رأيك في الكلام ده? يبقى بتقول لها يعني انت سمعت عن الكلام ده قلت لها ايوة. فسألتها بقى قلت لها ايه رأيك في الكلام ده? قالت انا شايف ان ده هيكون افضل لنا. يبقى تاني سؤال تسنيم هتقول هنا ايه رأيك في ده? طيب بعد كده سألتها سؤال كمان. الاجابة على السؤال ان مروة قالت بتقول يعني انا اعتقد ان ده هيكون بسبب ان الموبايل بيسبب مشاكل في الفصل. خلي بقى لك بقى هي هنا بتسأل عن السبب. طيب لما اجاي اسأل عن السبب باستخدم ممكن اقول او اقول مسلا. ليه بتعتقدي كده? هي بتسألها عن رأيها يعني. ليه رأيك كده ان ده هيكون افضل? فقالت بسبب ان هو بيسبب مشكلات. طيب ردت عليها هنا وقالت حاجة بتقول لها يعني ان هو دار ليه صحتنا كمان. ده بيسبب امراض واضح انها متفقة معها في الرأي. فعلى ما تكون موافق على الرأي. ممكن تقول اي اجري وزيو. يبقى هنا رقم اربعة. تسليم بتقول لها اي اجري وزيو. انا يعني موافقة معاكي في الرأي ده. هما ممكنوا ضررين لصحتنا. طيب مرة بعد كده قالت انا اعتقد ان هما بيسببوا امراض خطيرة. طيب رد التسليم على الرأي التاني ده. وقالت حاجة وقالت اي سينك زي. لا انا بقى شايفة ان مش هي مش امراض خطيرة ولا حاجة. يبقى اضح ان التسليم هنا مش موافقة على الرأي التاني ده اللي هو بتاع الامراض الخطيرة. فممكن تقول اي دونت سينك سو. انا لا اعتقد ذلك. اي دونت سينك. سو انا مش شايفة كده يعني هو مش هيسبب الامراض الخطيرة دي. في ان اي امر وقالت. in my opinion we shouldn't use mobile at school. فالرأيي ما ينفعش نستخدم الموبايل في المدرسة. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول. بيقول هنا. هاو نقاط. قال له. طيب بيسأل هنا عن عمق الجراش. بيقول له ايه يعني. قال له في الاجابة اتنين متر تحت الارض. يبقى بيسأل عن العمق. كام العمق دي اسمها هاو ديب. فهنا نقول كلمة ديب. اللي بعده بيقول هنا. خلي بالك فيه تناقض هنا. مدرسة مونة بتكون ايه? ومع ذلك هي بتمشي على رجلها. طالما فيه مع ذلك يبقى فيه تناقض بتمشي مع ان المدرسة بعيدة. يبقى له هنا فار. خلاص كده? يبقى هنا اقول له فار. اللي بعده. we should look not our historical places. يعجب علينا ان احنا نعتني بيه اماكنة التاريخية. كلمة يعتني بيه دي اسمها look after. فانا اقول له after. اللي بعده بيقول هنا. many people enjoy the beautiful ناس كتير بتستمتع عايزوا بالمنظر الجميل للنيل يعني. طيب منظر ده اسمه فيو. فاقول هنا فيو. واللي بعده بيقول هنا. february is not month of the year. كلما على شهر فبراير عايزوا ان هو الاقصر في السنة. انا هنا دي صغل تفضيل شهر وسنة كاملة. طيب عايز اقول بقى اقصر شهري. بقول له زا. بالصفة اخرها اس دي. فانا اقول زا شورتست. واللي بعده بيقول. what's in what river in the world? قال له في الاجابة. طيب بيسأل هنا عن اطول نهر في العالم. برضو دي صغل تفضيل. وانا صغل تفضيل بقى زا. والصفة اخرها اس دي. فانا اقول له. what is the longest? ايه هو النهر الاطول في العالم? طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال على الوحدة التامنة طبعا. السؤال الاول. my room is not than your room. بقارن بين غرفتي وغرفتك. كلمة زان يعني مقارنة. مقارنة بس لو صفة قصيرة اخرها اي ار. كلمة nice صفة قصيرة. فاحط اخرها اي ار. فاقول له. nice or than. بعد كده بيقول. the wizard. الطقس this summer is not than last summer. بيقول الطقس هذا الصيف. بيكون. عايز اقول ان هو اسوأ من الصيف اللي فات. خلي بالك بقى. كلمة bad دي من الصفات الغير منتظمة. لما حب اجيب المقارنة منها اسمها worse than. فهنا هكتب كلمة worse. بعد كده بيقول. we bought نوعات house in the city. طيب طالما قال لك احنا اشترينا. عايزوا الاغلى بيت في المدينة. بيت في المدينة كلها يبقى دي صغل تفضيل. تفضيل ما اسماش most اسمها the most. لازم تكتبها صح. يعني نقول عليك انك هتكتب هنا the most. وترجع تكتب الصفة زي ما هي كده اللي هي expensive. فانقول هنا the most expensive. يعني البيت الاغلى في المدينة. دي نوعات girl in class. برضو دي صغل تفضيل. هو اصلا الديني زا. زا قلنا بيجي وراء صفة اخرها اي اس تي. يبقى هنا اقول له. دي نا ازا هي طبعا اشتر بنت في الفصل. يبقى الصفة اخرها اي اس تي.